رح نحكي السر هلأ على الشاشة هذه البنت اللي شفتوها بكل هالأعمال مع كبار الفنانين العرب إذاعة، تلفزيون، تمثيل، تقديم، سينما قبل ما تطلع على الهواء شو عملت شو عملت أنا عم بسألك شو عملت بقرأ قرآن قبل ما أطلع على الهواء صراحة ضروري يعني لازم أنه بحب هيكي يعني هذا اللي بعجبني فيك، لساتك على الأرض لحمد الله قديش صعب أنك تضلك على الأرض بوضع كل هالنجومية والشهرة كتير مهم جدا أن الواحد يكون عنده توازن وداخلي لأن الشهرة مش سهل الشهرة شي كتير مغري مغري جدا جدا فإذا أنت ما كنت متوازن بتاخدك لمطارح كتير بعيدة طب هالحبيب لما شافك أول مرة بالطيار ما كان بيعرفك ممثلة مزبوط ما كان بيعرفني ممثلة بس قل لك شغلي والله مصطفى أنا عمري ما حسيت حالي ممثلة يعني أنا بعشاء التمثيل وقدامي الكاميرا بتحول بصير وحدة تاني وبعيش القصة أنا دائما بقول لهم إحنا ما منمثل أنا ما بمثل أنا بعيش الحالي وبصدقها وبكون أنا هاي الشخصية أما إذا بدي أقول أنا عم بمثل فأنا عم كذب لا أنا بكون كتير صادقة وأنا عم أجب على كل الشخصيات المثلتية فيه شي منك؟ بعيشها وبحبها بعيشها بمساوئها بسيئاتها بسلبياتها بحسناتها لازم حبها لازم صدقها لازم عيشها صح يعني اتقمصها صح بزعلك إنه بسط كل هالشخصيات اللي معقدة أحيانا الناس هلأ بإستجرام كانوا بكتبوه شريفة سبحان الله معلق معنا باب الحارة كتير إنه شريفة شريفة هلأ بنبسط إنه باب الحارة طبعا مسلسل يعني كان له صدق كتير كبير ومش بس أنا كل النجوم اللي اشتغلوا فيه بصراحة لحد هلأ بيندهولهم العالم بأسماء الشخصيات شي كتير حلو أنك تعمل شي ويعلم عند العالم ترجمة نانسي قنقر